مجلس الامن القومي المصري هو احد المجالس التي نص على تشكيله الدستور المصري لمواجهة اي تهديد لمدنية الدولة ودستورها وامن البلاد وسلامة اراضيها والنظام الجمهوري والمقاومات الاساسية للمجتمع ووحدته الوطنية هذه ابرز النقاط التي من اجلها تم تشكيل المجلس بقرار جمهوري وفقا للمادة 205 من الدستور المصري وطبقا للقانون رقم 166 لسنة 2020 بتعديل بعض احكام القانون رقم 19 لسنة 2014 بانشاء مجلس الامن القومي يختص هذا المجلس باقرار استراتيجيات تحقيق امن البلاد ومواجهة حالات الكوارث والازمات بشتى انواعها واتخاذ ما يلزم لاحتوائها وتحديد مصادر الاخطار على الامن القومي المصري في الداخل والخارج والاجراءات اللازمة للتصدي لها على المستويين الرسمي والشعبي وطبقا للقانون يختص المجلس باقرار استراتيجيات تحقيق امن البلاد بعد اعدادها بالاتفاق مع الجهات المعنية بالدولة وكذلك اقرار الاهداف السياسية التخصصية في كافة المجالات لوزارات الدولة المختلفة واقرار خطط تنمية وتطوير مقدرات وامكانيات القوى الشاملة للدولة المقدمة من الحكومة كما يختص المجلس باتخاذ القرارات التي تهدف الى حماية هوية الدولة وسيادتها واستقلالها ومكانتها الاقليمية والدولية وكذلك استعراض تقارير الوزراء والمختصين بالدولة الخاصة بتحديد مصادر العدائيات والمخاطر والتهديدات من ضمن اختصاصات المجلس ايضا مواجهة العدائيات الداخلية وحالات الكوارث والازمات القومية بشتى انواعها واتخاذ ما يلزم لاحتوائها وازالة اثارها وتوجيه السياسات الخارجية والتعاون الدولي في دوائر اهتمام الامن القومي المصري وكذلك اي موضوعات اخرى يرى رئيس الجمهورية عرضها على المجلس